وأنا أتحدى أحداً أن يجد لي ديناراً أو دولاراً واحداً في أي مصرف بالدنيا والحمد لله من يعرفني يعرف وضعي المادي ويعرف حرصي على المال العراقي ليس لأي رصيد وكما قلت قد لا يصدق ذلك لكن أقولها لكم أنا شخصياً على المستوى الشخصي أيضاً مدين بمقدار من المال ولا أصرف إلا بمقدار حاجتي ولسه لا موظفاً في دائرة حكومية ولا في مكان ما ولا أمتلك أي مشروع اقتصادي في هذا البلد بالرغم كل ما يشاع ويقال هنا أو هناك اللي أخذ السيد عمار أوف 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 كل ما أملكه في هذا البلد هو داري الشخصي في النجف الأشرف أنا المسؤول الوحيد في الدولة العراقية اللي يضطي إيجار بيت للحكومة العراقية اللي الرات المالتي بتكون مثل السيارة واحدة يعني خربانة اللي إياها الدولة مطيطنيهاها تحافيم هتلف والآن صرت مليونير أو ملياردير وتقول أنا أبن عن جد عدي فلوس ما لك فلوست أقدر أسألك وانتم فقالها المليون دولار شهريا بتأكيد من حق أي مواطن ومن حقك تصرف أولا تصرف ثانيا تصرف ثالثا والعباس أبو فاضل دينار واحد ما مستلم لا حماية ولا راتب والآن لم أستلم راتب لا من الوزارة ولا من البرلمان أي راتب من خرجت آخر راتب استلمته قبله تقريبا يعني بشهر السابع ثامن من الوزارة بعد لم أستلم أي راتب لحت هذه اللحظة أنا المسؤول الوحيد ليس لي أي رصيد في أي مصرف بالدنيا بلا راتب وراكم وراي شيء يدون من عندي اشتركوا في القناة